الوطن قلت فيه ذو كثير وأنا حقيقة في وطني أعتبر يعني أنا ما لأي عدو بفضل الله ولا لأعداء لا من بعيد ولا من قريب إلا من يتعدى على وطني فأعتبرها عدو ووطني هو بالنسبة لي كل شيء فكثير والله ما كتبت عن الوطن ولكن سأعطيكم يعني من الموجود اللي أمامي حاليا اللي أستطيع عليه أقول حب الوطن ماهو بشعارات وأعلام إخلاص معصد قلوفة يا بلادي رضعت حبه من ترابه بالأفطام أسكن هواه ومسكنه في فؤادي وحبه حقيقة ما ينافين الإسلام والذود عنه فالشريعة جهادي والمملكة عزلنا ودونها كل مقدام أسدى الوغى أهل الطعان الشدادي ومكة وطيبة ما نفرط بهدام فينا عروق النابضة وقوة بالزنادي سيفين للباغي والأحبابنا نخل نكمام والإعتزانة ما يخيب المرادي يا جار دندن منت يا جار منظام وصنع بترجع بدل رب العبادي ويران لن يبقى لها عندنا أحلام عبد المجوس اليوم لقمو حدادي من يبني أوهامه على قهر الأقوام غير الذي كبره على الخلق بادي ما يبني أوهامه على قهر الأقوام غير الذي كبره على الخلق بادي شيطان فارس ضائع بين الأوهام ظل العبيدة يحسب الأمر عادي هذا الحقد قبل 1400 عام يجري بعرق الفارسية المعادي وسلامتكم وأيضا هنا أبيات طبعا كتبتها فيها أيام المشكلة للأخوان فقلت فيها طبعا أعبر فيها عن الموضوع الوطن من يعتبر الوطن مجرد حفنة تراب يمكن يبيعها في أي وقت قلت يلي تقولون الوطن حفنة تراب حنا نرى هذا الوطن أغلى وطن كم نعق ينعق كما نعق الغراب وكم نابح ينبح ولا عمره فطن واللي مع الموجه وتيار الخراب متشرد ما لهوز خيط القطن كالضامي اللي راجي انقيعة سراب يلهث وراء حلمها على الشاشة هرطن ونسمع بكائيات وارباب الشراب يحكون عن حق المواطن في الوطن كلمة حقيقة هو المراد بها احتراب واكثر دولنا حربها سباب سطن باسم الربيع العبري الشرق الطراب والراعي الخوان فالدوحة قطن ماجد يسألني عن قصيدة جازت لي وجاريتها والله قصائد كثيرة جاريتها لكني لا احفظ المجارة حاليا هي موجودة معي في خاصة دفاتر محفوظة فيها لكن والله كثيرا القصائد ممكن بعد اللقاء أطبع أرسلها لكم على الواتساب إن شاء الله بإذن الله منها قصائد للشاعر محمد الريثي وبرضو شعراء واحد طارقي برضو والله مجموعة من الشعراء ولي قصائد مجارة مع بعض الشعراء هنا في المنطقة فكثيرا من قصائد المجارة لكني ما قدرت فرقت أن يرسلها لكن برسلها لكم بعد اللقاء إن شاء الله